حلقت على ارتفاع منخفض وكان في نيتها الاغتيال الا انها رفعت من رصيد الكاظم وجعلته يحلق عاليا بعد ان اهتز المجتمع الدولي لعملية الاستهداف واخذ يتسابق ما بين التنديد والشجب والاستنكار فطائرات الاغتيال المسيرة قلبت السحر على الساحر وعززت من حظوظ الكاظم في الولاية الثانية بعد ان كان هدفها جر العراق نحو الفوضى الانهيار التعاطف الكبير اللي جاء يعني سيد برهم صالح السيد الصدر التصل بي العبادة التصل بي كل الرؤساء والرؤساء الوزراء السابقين ايضا انتصلوا بهذا التعاطف التعاطف الشعبي يعني تروح على السوشال ميديا تجد تعاطف شعبي مع هذا الرجل هل هو راح يستفاد من عنده ليقدم نفسه كرئيس وزراء مقبل نعم ويرى مناقبون ان عملية الاغتيال الفاشلة كانت رسالة واضحة لابعاد الكاظم عن الترشح نهائيا بعد ان ادركت بعض الاطراف ان رئيس الوزراء الحالي لديه حظوظ كبير في نيل الولاية الثانية لكن فشل العملية رفعت من الدعم الشعبي والتعاطف معه ما جعل بعض الاطراف تشكك برواية الاغتيال من الاساس الحمد لله ان العملية فشلت السيد الكاظم الان يتمتع فعلا باعتقادي بتأييد شعبي وبعد حادثة الاغتيال التي طفت على السطح تبقى السيناريوهات محدودة امام العراق فهل ستكون عملية الاغتيال مفتاحا لتجاوز الخلافات السياسية على خلفية نتاج الانتخابات للخروج من الازمة الحالية ام ان خيار التسعيد هو الاقرأ الايام القادمة لعلها تجيب على هذه التساؤلات موسيقى